رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي احنا بنلتقي عليها ويكون عليها البث المباشر ويكون عليها فعاليات مع بعض في رمضان وكمان بنتلقى عليها اسئلتكم اللي احنا بنجاوب عليها ومن ضمن الاسئلة اللي احنا تلقناها على صفحتنا على الفيسبوك سؤال بيسألنا بيقول لنا هل الواحد لو كلم خطبته بكلام رومانسي في رمضان هل ده يبطل الصيام اوانا كلام ما بين الخطيب والمخطوبة في قاعدة بتحكمه ايه القاعدة اللي بتحكمه وانه هو يكون بالمعروف يعني ايه بالمعروف ما فيهوش كلام فيه اي نوع من انواع اللي ابتزال نوع من انواع سوء الادب نوع من انواع خدش الحياة ولكن الكلام بيكون في اطار اخلاق والقيم في اطار الاخلاق والقيم اللي بيكون حريصين عليها المجتمع كله فمسألة الاعراف العرف يبقى الكلام بيكون بالمعروف بس ده حاجة مهمة جدا لازم نقولها بالاساس في الكلام بين الخطيب ومخطبته لازم الكلام يكون بالمعروف هل التعبير عن الحب بيخرج عن المعروف في احوال بيكون تعبير معروف ان الناس تبين ان هي عزيزة على حد وان قلبها ما يلقي ليه وانه حريص على الجواز ده كله بيبقى كده لكن لما يكون الكلام فيه ايحاقات اخرى لا الكلام ده مش معروف الكلام ده مزموم احنا بنقول كده لان احنا تعرضنا لده كتير في مركز الارشاد الزواجي فبنقول الكلام يكون بالمعروف ان فيه حرص على الجواز انا حريص على الجواز حريص على الجواز يعني ايه اه فيه تعلق وفيه ارادة لاتمام الجواز اه ده مفوش شيء لكن اذا كان الكلام عيروح ناحية بقى اي نوع من انواع تحريك الغرائز اي ده ده ليس من المعروف لكن تعال بقى نقول بقى هل الصيام بقى يبطل اذا حصل كلام من النوع الاولاني لا طب الصيام يبطل اذا حصل كلام من النوع التاني لا ونتقل له وما نعملش من النوع التاني يبقى الصيام سيكونه صحيحا وان كان في النوع التاني يمكن ان يكون صاحبه قد يكون فعل شيئا قد يودي به الى المعصي اشتركوا في القناة